تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تمونية بمضبوطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن من السلع المدعمة و22 ألف لتر مواد بيترولية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد على 144 طن كما تم ضبط خمسة أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وإسمنت